أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرنتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي نشاطه اليوم في باريس بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية مطاق التمويل العالمي الجديد حيث سيعرض الرئيس رؤية مصر فيما يتعلق بتطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هذه القمة تعقد بمبادرة فرنسية بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات للبلدان النامية والمتقدمة وتهدف إلى معالجة لاختلالات الهيكلية الموجودة بنظام التمويل العالمي مشيرا إلى وجود إجماع من جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية على وجود أزمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتدعيتها المتراكمة حاليا والتي تفوق تأثيرتها أثناء انتشار الفيروس ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى قصور شديد في سلاسل الإمداد وسوق الغذاء العالمية وأضف المتحدث أن مصر لديها أساس اقتصادي قوي نظرا للمشروعات الضخمة التي تم تأسيسها وإقامتها على مدى السنوات الماضية مما أدى إلى القدرة على امتصاص هذه الصدمات والصمود في مواجهة الأزمات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية قيمة مضافة وطفرة نوعية في تطوير ميناء الأسكندرية الكبير بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الإقليمي والعالمي جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بباريس رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رودولف سعادة والذي أشاد بدوره بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا مؤكدا تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة مواني إضافية وذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية للإستثمار في مختلف المجالات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا في الأنشطة المشتركة مع شركة ألستوم الفرنسية مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة وخلال استقباله بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية هنري بوبار لافارغ أشهد الرئيس السيسي بالتعاون البناء مع شركة ألستوم وغيرها من الشركات الفرنسية وذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا والخبرة الكبيرة لهذه الشركة في كافة المجالات في ضوء عملية التنمية الشاملة من أجانبه أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام الشركة التوسع في أعمالها بمصر خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام المصري والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والأفريقية أعلن الجيش السوداني أن قواته وصلت عملياتها بالخرطوم ضد الدعم السريع بعد انتهاء وقف إطلاق النار وفي بيان له قال الجيش السوداني أن قواته تواصل عملياتها في منطقة العاصمة الخرطوم بعد انتهاء الهدنة التي استغلها الدعم السريع في حج قواته وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين موضحا أنه تم إحباط هجوم على القوات السودانية في أعم درمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم كما تم إسقاط طائرة مسيرة وتدمير عدد من المركبات القتلية وصفها منصق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الهند بأنها لاعب عالمي يصدر الأمن والاستقرار لمنطقة الاندو باسيفيك وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الحالية للولايات المتحدة قال كيربي أن واشنطن تتطلع لتعمق العلاقات مع الهند لأن الهنود يصدرون بالفعل الأمن لمنطقة الاندو باسيفيك وما وراء حدود هذه المنطقة كما أنهم يساهمون في الحوار الرباعي مع الولايات المتحدة واليابان واستراليا بشأن أمن المنطقة أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لاحظت هدوءا في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا وأن كييف تكبدت خسائر فادحة في هجمات بالجنوب وأضف بوتين أن الحرب الدائرة منذ 16 شهرا قد وصلت إلى نقطة حاسمة مع الهجوم الأوكراني المضاد والذي طال انتظاره مشيرا إلى أنه من الغريب أن يكون هناك هدوء في الوقت الحالي وأضف بوتين أن السبب في ذلك هو تكبد أوكرانيا خسائر فادحة في الجنود والعتاد أشهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنيسكي بعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا وأكد زلنيسكي على ضرورة أن تكون روسيا في عزلة تم وأعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا والتي تتضمن حزمة تدابير تهدف إلى مواجهة الإجراءات التي تتخذها روسيا للتحايل على العقوبات رياضيا يلتقي أن دي الأهل نظيره حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الكلية الحربية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشر لبطولة الدور الممتاز ويحتل الأهل المركز الثاني مؤقتا برصيد اثنتين وستين نقطة من أربع وعشرين مباراة فقط ولديه سبع مباراة مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة إفريقيا التي توج بها مؤخرا